امتدادا للإنجازات التي يحققها أبناء مملكة البحرين في المسابقات القرآنية الدولية استقبلت إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم والدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل إدارة الشؤون الإسلامية استقبلت المتسابق عبدالله جناحي الفائز بالمركز الأول عالميا في فرع حفظ 15 جزءا في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم والمتسابق علي يوسف الفائز بالمركز الرابع في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا وقد شارك بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية نحو 70 دولة من الدول العربية والإسلامية والأقليات المسلمة وتحظى هذه المسابقة السنوية الدولية باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في إطار اهتمامه المتواصلي بحفظة كتاب الله تعالى شرفت اليوم أن أكون في استقبال الطالب عبدالله جناحي والطالب علي يوسف لكي أهنئهم باسم قيادة بلدنا العزيز يحفظه الله ويرعاها وباسم أيضا أهل البحرين جميعا على هذا الجهد وهذا الإنجاز الكريم ولا شك أن ما يبذل من قبل الجميع في رعاية كتاب الله سبحانه وتعالى أمر معهود في مملكة البحرين وهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه في المملكة العربية السعودية والشريقة أسأل الله تعالى أن يكون في موازين الجميع ونحن في وزارة التربية والتعليم نولي كتاب الله سبحانه وتعالى كل الاهتمام والرعاية سواء من خلال المعهد الديني أو المعهد الجعفري أو باقي المراحل التعليمية وباقي المدارس هذه الإنجازات التي تتحقق لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل من الله تبارك وتعالى وأيضا المساندة والدعم والاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة لحفظة القرآن الكريم ولأبناء هذا الوطن الغالي على مستوى القرآن الكريم ويعدون بالمئات والآلاف من البنين والبنات أيضا هنا نشير إلى التعاون المشترك فيما بين وزارة العدو الشرون الإسلامي والأوقاف ووزارة التربية حيث أن أغلب هؤلاء المتسابقين هم من أبناء مملكة البحرين من الطلبة والطالبات المنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم وهناك حقيقة هناك تميز في التنسيق فيما بين الوزارتين للارتقاء من الجانب التعليمي والتربوي وأيضا من الجانب القرآني بحيث يتخرج أبناء مملكة البحرين بفكر وسطي تسامحي معتدل ويمثلون مملكة البحرين بهذا النموذج البحريني الراقي الحضاري فزت الحمد لله في مسابقة الملك عبد العزيز الدولي لحفظ القرآن الكريم في الفرع الثالث وقدم الشكر لجلالة ملك حمد حفظه الله ورعاه وللقيادة الرشيدة وقدم الشكر أيضا لوالديني اللي تسجعوني على حفظ القرآن الكريم ولمشايخي كلهم اللي كان لهم دور في حفظ القرآن ولمملكة البحرين كلها والله يعني هاي أول مشاركة لي في مسابقة الملك عبد العزيز وحصلت فيها الحمد لله على المركز الرابع من بين سبعين دولة وهذه ثاني مشاركة دولية لي رحت قبل مسابقة ماليزيا وحصلت المركز الخامس أشكر أولا جلالة الملك حمد بن أهساء الخليفة على رعايته لكتاب الله عز وجل وحفظه وكذلك أشكر الوزراء على رأسهم الدكتور ماجر بن عين النعيمي على حرصه ومساعدة للحفظ وتطوير نظام الحلقات في مزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترجمة نانسي قنقر